مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حبيبتي مصر حلقة النهاردة مميزة ومهمة لأن حديث حلقتنا النهاردة عن رجال الشرطة وكل عام والشعب المصري بألف خير بمناسبة عيد الشرطة وحفظ الله كل رجال الشرطة المصرية وبنورنا النهاردة سيادة اللواء أحمد همام أهلا وسهلا بحضرتك سيادة اللواء أحمد أهلا بك فن نورت برنامج حبيبتي مصر وصحة وجمال أهلا بك فن ربنا كل عام وحضرتك ورجال الشرطة كلهم بخير تحبت تقدم تهنئة لرجال الشرطة نحن نهني كل رجال الشرطة في عيدها لل72 ضباط وأفراد ومجندين ونطلحهم على أرواح الشهداء وكل سنة وكل جهاز الشرطة وكل زباط الشرطة بخير إن شاء الله يا رب تمام علي الوزير أول سؤال حلقتنا نهاردة ما العمل المنوط به رجال الشرطة زباط الشرطة زباط الشرطة ليه وظيفتين تمام الوزيف الأولى هي كمأمور ضبط إداري عظيم والتانية هي كمأمور ضبط قضاء كمأمور ضبط قضاء الضبط الإداري هي مجموعة الإجراءات اللي بتتخذها وزارة الداخلية قبل وقوع الجريمة لمنع وقوح تمام وليه بنشتغل فيها تحت إشراف جهة العمل عظيم ومن وقت وقوع الجريمة عظيم بيبدأ العمل كمأمور ضبط قضاء كمأمور ضبط قضاء والضبط القضاء من أول ما بنفتح محضر من وقت وقوع الجريمة بتبقى تحت إشراف النائب العام من أول ما بتفتح محضر بيبقى عامل الشرطي تحت إشراف النائب العام من وقت وقوع الجريمة عظيم ده ضبط قضاء ده ضبط قضاء لحد الآن كده ضبط قضاء على طول آه قبل وقوع الجريمة كل الإجراءات اللي بتتخذها وزارة الداخلية قبل وقوع الجريمة تحتبر ضبط إداري ضبط إداري آه طب يالفرج ما بلتنين ضبط الإداري بيخضع الإشراف فيه زابط الشرطة لجهة عمله عظيم الضبط القضاء بيخضع فيه رجل الشرطة للنائب العام تمام يعني الخطأ فيها تحاسبني عليه تمام النائب العام تمام وبيخضع فيها لقانون العقوبات عظيم لكن الضبط الإداري تمام بيحاسبني على الخطأ فيها وزارة الداخلية يعني وزارة الداخلية اللي هي تحاسب على الخطأ فيها على الخطأ في الضبط الإداري عظيم إنما الخطأ في الضبط القضائي تحت إشراف النائب العام تحت إشراف النائب العام لأن هذا أساسا إجراءات قضائية تمام طيب سيارة اللواء ما هو أسلوب التعامل لرجال الشرطة مع المواطن لتحقيق السيطرة بص هو المواطن عموما أو الإنسان عموما عظيم بيبقى في داخله قوتين تمام قوة بتدفعه لارتكاب الأفعال تمام وفي قوة تانية تمنعه أو تحجمه أو تهزبه في ارتكاب هذه الأفعال عظيم القوة اللي بتدفع لارتكاب الأفعال هي مجموعة الغرائز اللي ربنا خلقها في الإنسان قبل الولادة عظيم بقوتها بضعفها هو ملهوش دور فيها تمام طيب هل تعدد مثلاً لها تعدد؟ الغريزة الجنسية تمام عظيم الغريزة الهجومية عظيم غريزة الدفاع عن النفس عظيم غريزة حب المال عظيم غريزة حب البقاء كده خمسة كل الغريز دي ربنا خلقها في الإنسان قبل الولادة تمام دي قوة دفعة تمام بتدفع الإنسان لارتكاب الأفعال اللي بيشبع بيها الغريزة تمام هذه القوة تعتبر قوة دفعة تمام موجودة في الحيوانات عظيم يعني القوة الدفعة وكل الغريز دي موجودة في الحيوانات زي ما هي موجودة في الإنسان تمام يلزمها في الإنسان عشان الإنسان يشبحها بشكل إنساني تمام وبننميها وبنقويها من خلال البيئة تمام النشأة التربية عظيم الأب والأم المدرسة المسجد الكنيسة الأصدقاء كل العناصر دي بتدخل بتقوي عندي القوة المنعة القوة المنعة الإنسان في الآخر بيبقى فيه داخله قوتين تمام قوة دفعة وقوة منعة وقوة منعة أنهي فيهم اللي حتسيطر على التانية إذا سيطرت القوة الحيوانية تمام وهي القوة الدفعة تمام على القوة المنعة تمام فالإنسان بيجبع الغرائز بتاعته دي بشكل حيواني وكده بيجبر عليها وإذا سيطرت القوة المنعة تمام على القوة الدفعة فالإنسان بيجبع الغرائز بتاعته بشكل إنساني عظيم فالإنسان عشان يبقى طبيعي لازم تبقى القوة المنعة اللي عنده ودي غريزة اسمها الغريزة السامية المهزبة عظيم القوة المنعة دي وإنت بتتعامل مع الإنسان في الشارع تمام كزابط شرطة كزابط شرطة كزابط شرطة آه تمام إنت بتحرك عنده الغريزة الهجومية تمام لأنك ومكن تتعامل معه بطريقة غلط تمام تحرك عنده الغريزة دي وإنت ما تعرفش تكوينه الإنساني هل هو تكوين حيواني ولا تكوين إنساني تمام فمعرفش ردة فعل فانت ما تعرفش ردة فعل دعو هل رد الغريزة الهجومية لو تحركت الغريزة القوة المنعة هتسيطر عليها تمام ولا لا طب دي بيكتسبها كخبرة أو دراسة أو تأهيل فإذا سيطرت إذا تحركت الغريزة الهجومية تمام والقوة المنعة ما سيطرتش عليها ممكن يحصل تصرف مش مزبوط تمام لأنه اللي قدامك ده بيشبع الغريزة دي بشكل حيواني عظيم وإنت بتعرف وإنت بتتحرك مفترض أنك إنت ما تعرفش ردود الأفعال الشخص اللي قدامك شكله إيه يعني أي إنسان في الدنيا تمام بيشتغل بثلت شرائط ما فيش غيرهم عظيم ثلت شرائط شرائط ما فيش غيرهم تمام شرائط الطفولة وشريط التميز وشريط الوالدية وشريط الوالدية شريط الطفولة تسجل عليه كل الحاجات الإنسان شافها أيام طفولته تمام السجل عليها الدلعة الطفطبة الحنية عظيم وشريط التميز ده شريط العقل ده رقم اتنين ده رقم اتنين التميز وشريط الوالدية ده شريط الغضب التالت لما بيشتغل اللي بيشغل الشرائط دي الظروف المحيطة اللي هيمر بها الشخص نفسه الظروف المحيطة هي اللي بيتوقف عليها أنهي شريط في دول بيشتغل الظروف لو شغلت شريط الطفولة بتلاقي الإنسان بيتحك وبيهرج عظيم وعايز حد يدلقه وعايز حد يطبطب عليه والظروف ممكن تشغل شريط التميز شريط العقل تمام أنا وانت عايزين نوصل في مشكلة وعايزين نوصل لحلها تمام والظروف ممكن تشغل الشريط التالت اللي هو شريط الغضب تمام حتزعى حتهدد حتتواعد حتصدر قرارات نافذة غير قبل المناقشة بس هنا في أثناء العصبية وارد في أثناء العصبية اللي هو شريط رقم ثلاثة وارد يكون في تصرف خطأ تمام هنا خارج السيطرة أنا خلاص أنا طلعت عن شعوري فالجدام مني ففيه هدوم تمام أنا بهجم شخص الجدام مني فوارد سواء كان من ألفاظ أو من تصرفات غير صائبة بالمرة يعني هي مش هو أنا المفروض مني أنا المفروض مني أنا كذبط شرطة ما حركش عندك الغريزة دي وإنت تتعامل معايا تمام أنا مفترض أني أنا ما حركش الغريزة دي جواك عزيزي عشان أنا ما عرفش لو اتحركت جواك رد الفعل رد فعلك هيبقى شكله إزاي وأي بني آدم أنت حتقابله حتلاقي في وضع من ثلاثة يا إما تلاقيه بيدحك وبيهرج لو كان شريط الطفولة اللي شغال لو كان شريط الطفولة اللي شغال فهو خلاص يا إما متزن وعائل تمام يا إما مكشر ومش طيقك عزيم ما أنت ممكن أن أوقف واحد في الشارع عشان أفتش على رخصه ملامح وشه في حاجة مضايقاء مراته ضايقته نازل البيت بيفكر في الانتحارة الكمين اللي قابلك ضايقوه قابلت أنا في السكة في حالة أنت بتعرفهاش ملامح وشه بتقول لي أنهي شريط فيهم اللي شغال فدي المفروض يكون فيه خبرة سابقة برضو لزبط الشرطة علم النفس بقى علم النفس بقى يقولك إزاي تتعامل مع الملامح دي وده طبعا ده مجال حضرتك علم النفس بقى باختصار عشان دي مش محضرة علم نفس لا أنا بالنسبة لي محاضرة طيب أنا أنا بالنسبة لي محاضرة علم النفس يقولك الطفولة مع الطفولة صح الطفولة مع الطفولة صح آه عظيم والتميز مع التميز صح عظيم والوالدية مع الطفولة صح بص بقى خلي بالك كل صح عكس كل صح إلى الأخيرة كل صح ما عدا الوالدية مع الوالدية بمعنى عصبية أكصار عصبية هتسد هتعمل انفجار هتعمل انفجار يا أنا يا أنت يا احنا الاتنين عظيم الطفولة مع الطفولة صح يعني لما تشوفني بقى تحك وبهرج بقى تحك وهرج تمام والتميز مع التميز صح لما يكون بكلمك في موضوع وعايزك نتاهم مع بعض ما ينفحش لا تهرج ولا تزعق تمام والأسلوب نفسه حدد ذلك تميز العقل تميز اه ما ينفحش لا تهرج ولا تزعق تمام والوالدية مع الطفولة صح يعني لما تحب تعتبني بس ليها أسلوب معين لما تحب تعتبني أو تزعق لي ابقى الكلام دي أعمله وأنا مشغل الطفولة عشان الإنسان وهو مشغل الطفولة بيبقى عيل عظيم وهي دي اللحظة اللي تقدر تسيطر علي فيها يعني 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 في لحظة أكون أنا مشغل فيها الطفولة زعق لي في لحظة بس الخطورة كلها بقى ما تقعدش الزعق لي وتعتبني لغاية ما تشتغل عن دانة الوالدية ها هتبقى والدية أصد والدية فهنا بقى انفجار هيحصل انفجار هي دي بقى أسلوب التعامل أو سيكولوجية التعامل عظيم سيكولوجية التعامل الإنسان مع الإنسان عظيمة ملامح وشك وانت بتقابلني هي اللي بتحددلي أنا أسلوب أتعامل معاك إزاي هو أنت لما تكون أنا ممكن أكون جايلك وعايز منك حاجة ملامح وشك هي اللي بتخليني أطلب الطلب دو عظيمة أنا بشوف الجدام مني أنا هو أنا لو عايز طلب منك مش حادر أطلبه وانت متضايق مظبوط مش حادر أطلبه وانت مشغل الوالدية اهد شوي صح لأنه شريط الوالدية ده شريط غضب الأفضل فيه أنك انت تسيب الإنسان لغاية ما يهدى أنا بيجيني بيجيني واحد متضايق داخل عندي أنا أنا اشتغلت مأمور في القاهرة 14 سنة مأمور في القاهرة تمام لما كان بيجيني واحد مواطن ومتضايق من الضابط تتضايقه برا عظيم فبيبقى داخل عندي المكتب مشغل الوالدية تمتص الغضب بتاعه لو ولد ديقت وزعقت له حتبقى والدية قصات والدية انما تفضل ارتاح حاسمعك العسكري هات لكوباية الشيهات لكوباية مية بيهدى بيبدأ ملامح وشه بتنتقل من الوالدية للتميز يا حبازة بقى لو انت شغلت شريط الطفولة فيه قبل ما تسمع المشكلة بتلاقيه بيستأسنك ومش حايز يحكي لك المشكلة عظيم يا باش انا شفت حضرتك وارتحت انا اتبسطت خلاص يا باش انسيت وخلاص هدي لانه شريط الوالدية وقف واشتغل عنده شريط الطفولة طب هو حيمشي دلوقتي راضي عن المأمور ومش راضي عن الزابط مزبوط ندوس على الجرس يا ابني ندهل الزابط فلان فلان الراجل ده كان جاي يشتكي وعايز يمشي من غير ما يحكي لي مشكلتك وانا مش عايز يمشي زعلان منك يحس الزابط متطب عليه وانا ااسف فبيمشي راضي عن المأمور والزابط وراضي عن الزابط يعني قصدي عايز اقول لك انت لو تتحكم فيها انت طريقتك في التعامل وملامح شخصية اللي قدامك هي اللي بتحقق لك السيطرة ومعاصل كنت بتتعامل مع ناس في الشارع قدامك حلية لو انت اصرفت تصرف غلط ممكن يا اما تدخل القبر يا اما تدخل السجن يعني يا قاتل يا مقتول تمام يا اما تحقق السيطرة عظيم انا اللي عايز لا قاتل ولا مقتول ولا مقتول انا عايز سيطرة وفيه هذوق وننفذ القانون في الحدود اللي احنا من نخسرش فيها حد عظيم طيب سيادة اللوها احمد همام الهواري ايفا في بعض الاحيان شخصية حاليا في الوقت الحالي متعصب الشخصية دي عصبية جدا اه وهنا هيحصل فيه انفجار ما بين الطرفين لو تمت ده نضامة عصب اضامة عصب تمام طيب انا كشخصي بجيت هادي وشغلت الشرطة الطفولة ما ممكن يحسبها ده استفزاز وهدوء ده بيستفزوا اكتر فور يعني انا حاليا شخص فيه مشكلة وفيه طرفين فيهم طرف عصبي جدا والتاني طرف ده هادي انا اللي بسيطرت اه انا مفترض اني انا انا اللي بتعامل المواطن ده انا اللي بستوقفه وانا اللي بفتشه عزيم اسلوب تعاملي هو اللي هيعد الموقف يعدك ولا مش هيعدك وانت لتأخذ القرار انا اللي مفترض انا اللي بتحكم انا اللي بتحرك انا اللي بحرك الغريزة عزيم انا اللي بحرك الغريزة الهجومية تمام وانا اللي بهدي الانسان الانداري تمام عشان كده دائما احنا هدوء في جديدات بتاعتنا حتى لو كنا احنا لما زه ir había مشكلة اقول لي انت للغلطان اقول لي انت غلطان ليه لان انا اتعملت مع غلط مع واحد انا معرفوش انا المفترض اني انا إنسان اللي معرفه وش بتعامل معاه بحذر لأنه مش عارفه تكوينه الداخلي شكله إيه عظيم بابدأ السؤال الثالث كيف نحدد أسلوب التعامل هو أسلوب التعامل من خلال ملامح الوش كمام ملامح الوش بتديني أنا الشريطي اللي شغال ده في تحديد التعامل كباليصب الزبط الشرطة في الميدان آه أنا ملامح وش اللي قدامي بتحددلي اسلوب التعامل إزاي ومش مع المتهم بس أنا دلوقتي راجل دلوقتي عايز داخل للمأمور بتاعي وعايز أجازك عظيم دائما حتى كده نسأل بس الباشا جوه مزاجه شكله إيه جبل ما تخش له لما بلاقي المأمور مدين جبل ما تخش للمأمور قبل ما تخش المأمور بسألك الباشا جوه شكله إيه أنا بأتكلمك على تعامل إنسان مع إنسان تمام فراجل الشرطة ده إنسان واللي أنت بتعامل معادي إنسان إنسان مظبوط زي الإنسان بتعامل مع ابنه مهو ابنك ده برضو مفترض أنك إنت وإنت بتعامل مع ابنك بتراعي حالته النفسية شكلها إيه أنت حتى لما بحب تؤدي بابنك ما تقعدش تشد عليه تشد عليه تشد عليه تشد عليه سيادة اللواء أحمد همام الهواري ما هي سلطات ريال الشرطة في التعامل مع المواطن؟ دي لها صلاحية كثيرة في أرض الميدان تمام سواء كان داخل القسم الشرطة أو كان مرور مع المواطن إني أغلب بتوع المرور في الشارع أرض الميدان الشرطة ريال الشرطة بالكامل بتجاب الفئة مش مبهمة بالنسبة له بصوا حضرتك مبدئيا يعني فضل المحضر اللي بيعمله رجل الشرطة ده اسمه محضر جمع استدلالات جمع استدلالات عظيم المحضر اللي بيعمله السيد وكيل النيابة اسمه محضر تحقيق وهنا حاشتين محضر استدلالات ومحضر تحقيق ومحضر تحقيق طيب الفرق ما بين الاتنين الفرق بين الاتنين إيه بقى محضر الاستدلالات لا يمنح لمحققه السلطات لا يمنح لمحققه السلطات عظيم محضر التحقيق يمنح لمحققه جميع السلطات يمنح لمحققه جميع السلطات يعني محضر التحقيق ده يمنح للسيد وكيل النيابة السلطات محضر الاستدلال لا يمنح لمحققه السلطات طب لو شرحنا الاستدلال محضر الاستدلال لا يمنح لمحققه السلطات ما هي السلطات؟ ما هي السلطات؟ سلطة الضبط والاحضار سلطة القبض سلطة التفتيش تلاتة اه دي السلطات تمام السلطات دي عظيم بيملكها واكيل النيابة لانه محضره محضر تحقيق تمام السؤال بقى ممكن محضري انا يبقى محضر تحقيق واملك انا هزي السلطات لو استدلال لا مفيش سلطات الاستدلال مفيش سلطات تمام يعني انا مفيش عندش سلطة تمام سلطة انا بعمل يعني انا دلوقتي واحد جاي يشتكي ان فيه احد ضربه عظيم بعد تجيب المشكف حقه المشكف حقه مرضاش يجي بزبط في المحضر اني بعثنا في طلب فلان الفلان ومجاش تمام وببعث المحضر بتاعي للنيابة تمام وكل النيابة اداله امر ضبطه احضار حفظ المحضر اتصرف المهم التصرف بيبقى في ايد النيابة عشان عنده السلطة هو خلاص هو انا محضر محضر استدال انا امتى بتكون عندي السلطة لما يبقى محضر محضر تحقيق لما يبقى المحضر تاعك محضر تحقيق محضر تحقيق اه طيب في حالة الضبط وتحرير المحضر ما هي المحاول الرئيسية في محضر انا بيبقى محضر تحقيق امتى بقى تمام لما تبقى الحالة اللي قدامي حال التلبس عظيم بيبقى محضر محضر تحقيق وفي الحالة دي انا بملك السلطة في الحالة دي انت عندك سلطة بس في حالة التلبس عندي سلطات سلطة تضبط وانا سلطة تنقبل سلطة تفتش التلاتة لانه محضري لما بتبقى الحالة اللي قدامي حال التلبس بيتحول من محضر استدلال تمام لمحضر التحقيق ما بيبقاش محضري محضر استدلال تمام بيبقى محضري محضر التحقيق بس في حالة التلبس في حالة التلبس في حالة التلبس في حالة التلبس كانت في سيارة أو كانت في منزل أو شكة حالة التلبس طالما حالة تلبس تمام بتبقى السلطة معايا السلطة مع حضرتك بس تكون حالة تلبس تمام طيب لها شروط خاصة طيب أي شروط خاصة في التلبس شروط التلبس شروط التلبس ثلاثة عظيم معلش أنا المحاضرة لازم تكون طويلة طيب إن المحاضرة هيستفاج بيها كالمواطن وكزباط الشرطة حاليا شروط التلبس ثلاثة تمام أول حاجة يكون سابق للتفتيش تمام بمعنى إن أنا أكون وصلت لحالة التلبس من غير مفتش عظيم دي أول شرط من شروط التلبس تمام نمرة اتنين أكون شفت حالة التلبس بنفسي ما يكونش حد أقل عليها يعني دي برضو يعني الشرط التاني إن كنت أشوفها بعينك بالظبط كده تمام يعني أنا ماشي قدام قهوة عامل الشرطة أقل لي يا بشا في واحد في القهوة دي تمام كان شاي كان قدامه مخدراته لما شاف سعدتك شالها دي أقول لي أمين الشرطة تعور هوني شاور اللي عليه فتشته وطلحت منه المخدر تمام يعني ما جيش أبص من سقب الباب على الناس في بيوتها عزيم وأقول إن أنا شفتهم بيشرب المخدرات جوه لأنك إنت قبل ما تشوف المخدرات وقبل ما تدخل تظبط إنت انتهكت حرمة المسكن عزيم ما يفعش تتسلق على مصورة وتبص على الناس في بيوتها وتقول أنا شفتهم ودي حالة تلبس ودي حالة تلبس ما انت شفت حالة التلبس بشكل غير مشروع فتبط للمحضر بتبط للمحضر طب إيه الإجراء الثاني في حالة التلبس كرئيس مباحث رئيس مباحث في حالة أنه طبطه أحضار فلان لفلان لفلان وحوزيته كذا وجهز المحضر بتاعه في حالة تلبس بس هو حالة التلبس عموما يعني حالة التلبس عموما الضابط لما بيضبط حالة حالة التلبس ومن غير إذن النيابة بيدخل فيها عنصر اقتناع القاضي الجنائي اقتناع القاضي الجنائي عظيم مولودة عندي القاضي الجنائي سلطته وسع جدا في تكوين اقتناعه وعلى فجرة القاضي الجنائي غير القاضي المدني القاضي الجنائي غير القاضي المدني اه ايه الفرق بقى ما فيه فرق فيه فرق بمبلة اتنين القاضي المدني مرتبط بملف الدعوة القاضي المدني مرتبط بملف الدعوة ملف الدعوة يعني الأوراق اللي في الملف بتحكمه للمستند الجنائي ده القاضي المدني المدني يعني وده بيفصل في نزاعات يعني انت نزاع على قطعة ارض واحد معا عقده مسجل واحد معا عقده عرفي وفي واحد وضع يد يحكم لمين فيهم تمام واحد معا عقده مسجل واحد معا عقده عرفي واحد ما معاوش عقد يحكم لمين أوراق الدعوة وملف الدعوة قبل ما يحكم بتبقى انت عارف الحكم البتاع المدني عظيم لكن القضي الجنائي بيمتد حكمه لضميره فلازم يقتنع لازم يقتنع حتى لو كانت الحالة اللي موجودة في الملف حال التلبس 100% تبقى لما ورد في القانون ومنطبق عليه شروط التلبس ممكن يبقى فيه شروط التلبس متوفرة تمام والزابط عاملها حالة تلبس 100% تمام وشروط التلبس التلاتة موجودة وبالرغم من كده القضي يدي براء ليه القضي ضميره مش مرتاح او المحامي مش مقتنع مش مقتنع القضي لو لو في حكمه خلي بالك القضي في حكمه اذا بنى حكمه على عدم الاختناع او عدم الارتياح او عدم الاطمأنينة حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه امام المحاكم الاعلى درجة نهائي حكم نهائي لانه تبنى على عدم الطمأنينة وعدم الاختناع لكن اذا اذا القضي قال ان حكمت المحكمة بالبراءة لعدم كفاية الادلة هنا يجوز للنيابة انها تطعن في الحكمة امام المحاكمة من اعلى درجة وممكن حكم البراءة يتقلب له حكم الاعدام يا الله وبعدين خلي بالك حط له مادة في قانون الاسبات لي رقم لي مادة في القانون في قانون الاسبات في قانون الاسبات اه قال فيها ايه بقى لا رقابة ام لا رقابة تمام لمحكمة النقض اللي هي تقبل اعلى درجة في درجة اعلى درجة اه على اختناع القضي الجنال يعني ما حدش يلاقي بالقاضي في 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 الجنائي في ضميره الجنائي في ضميره ايو وهنا وهنا بشوف حالة التربش المحامي الشاطر اللي ما يقدرش يزبط براءة موكله يشكك القاضي بس ده محامي ده عنا محتاج محامي شاطر المحامي الشاطر اللي ما يقدرش يزبط براءة موكله مجرد الشك عند القاضي في القضية يبدي براءة الشك يفصل لصالح المتهم عظيم ده اختناع عظيم طيب سيارة لو احمد الهمامي انت ما زلت بتدي محاضرات للسادة الزباط اي فانا ما كينيت هزي المحاضرات بتنص على المحاور لا هنخش على المحاور اه تمام ما هي ايه على الدراسة اللي انت بالمحاضرات اللي بديدية لسادة الزباط انا بدي في محاضرات مبدئيا في مجال سيكولوجية التعامل تمام لان الزابط اول حاجة بيعملها هو الامن العام ده انا شغلي كله في مجال الامن العام في الامن العام او واشتغلت في القاهرة في الامن العام في اخسام الشرطة تمام منهم 14 سنة مأمور في القاهرة عظيم دور زابط الامن العام ايه يا اما قاعد في الاسم بيتلقى البلاج تمام وبيعمل محضر وبيبعث المحضر للنياب تمام يا اما في الشارع بيجيب قضية وبيرجع يعملها يرجع يكمل اجراءاتها وهو في الشارع عشان يجيب قضية لازم يحقق السيطرة لازم يحقق السيطرة انت الاول حتتعامل مع المواطن صح الاول حقق للسيطرة وتعالي لعمل محضر تمام يعني تجيب للمتهم تستحبه دوان الاسم بالحرز بتاعه تمام في هدوء تمام انما اتعملت غلط تمام حصل احتكاك حصل تعامل عملتين لي العايز القضية تجين في هدوء مش عايز القضية تجيني وفي عسكري مات عندي او في مواطن مات تمام يعني لازم القضية يستمي فيها التعامل بشكل ما يبقاش فيه تنخرط منه قضية تانية عزيم يعني النيابة بتحقق في القضية اللي انا جايبها مش القضية تنخرط منها قضية مواطن اتعور مواطن قتل وطلقى عسكري اتعور زابط اتعور الموضوع لازم بقى فيه نوعه من انواع السيطرة في الشمع اكيد طبعا بعد ما بسيطس وبستحب المواطن وباجي الاسم لازم بعارف ازاي اعمل محضر لازم يكون كزا يعني كزا بشورطة لازم يعرف ازاي اعمل محضر عارف تعمل محضر لول لازم تمام هو انا هو انا جاي لإسمه عشان المحاضر دي اولا وانا بعمل محضر مفترض انا عارف انا بعمل محضر ايه بعمل محضر سرقة بعمل محضر سلاح بعمل محضر مخضرات ولا بعمل محضر ايه بالزبط كل محضر وليه بنود معينة طبعا وكل وكل جضية لها المخارج والمداخل بتاعك طبعا تمام فلازم يكون فيه تأهيل كالزبط الشرطة برضو لازم يكون فيه تأهيل عند زبط الشرطة في كتابة المحضر على حسب نوع الجضية طبعا انا دلوقتي بعمل محضر سرقة تمام ولازم كمان ابعارف التكييف التكييف القانوني للمحضر تمام بص عبد فضل انا عندي القضايا يا اما جناية يا اما جنحة يا اما مخلفة برضو تلاتة القضايا الجنائية انا ملاحظ رقم تلاتة ده كتير اه تلاتة يا جناية يا جنحة مخلفة تمام ده في التكييف الجنائي التكييف الجنائي في عندي محاضر انا جنائية وهي المفروض انها تاخد يا جناية يا جنحة مخلفة لكن بالرغم من كده انا بقيدها في الاسم بقيدها برقم اداري انا دي محتاجة افهمها شوية اه افهمها عظيم طب انا عشان بقى يعني استاد الزباط يفهموها انا هقسم توجيهك لستاد الزباط انا هقسم حضراء الزباط اللي بيشتغلوا في مجال امن العام انا ممكن يجيني محامي وبيعمل محضر سب وشتف تمام ومحضر سب وشتف طالما ما فيش فيه اه تأرير طبي بيتأيد برقم اداري في الايسام خلاص بياخد في الجسم رقم اداري رغم ان القانون قال ان القصف جنح السب القصف سب والشاب اه خلاص انا يا فلان قانون الجنحة تمام لكن انا بعيد اداري فلو جاني محامي في الاسم وقال لي يا باشا بعد يزنك انت ليه مدي المحضر بتاعي اداري القانون بيقول ليه جنحة ومع الكتاب فلازم اكون انا عارف وكون عندي الرد اللي معرفش هيقوله ده شغلنا كده احنا بنقيد اداري عظيم لكن اللي فاهم حيقوله ان معلش دي من جرائم اسمها جرائم حق الشكوى جرائم من جرائم انا بقسم الاداري انا هقسم الاداري المحاضر الجنائية اللي تتأيد برقم اداري في الايسام هقسمها لتلات مجموعات برضو تلات مجموعات المجموعة الاولى اسمها جرائم حق الشكوى جرائم حق الشكوى ايه هي جرائم حق الشكوى اللي هي الجرائم التي لا يجوز فيها تحريك الدعوة الجنائية الا بناء على شكوى يعني ما تخش الوصف القانوني التحى الا لما المجن عليه يتقدم بشكوى عظيم هتقولي طب من راجل جيش تكف الاسم تاخدش جون حليل هقولك لا لما جيه الاسم ما اشتكاش لما جيه الاسم قدم بلاغ لإسام اسمه بلاغ الشكوى تقدم لجهة التحقيق وهي النيابة العامة الشكوى تقدم لجهة التحقيق لجهة التحقيق وفيه فرق بين البلاغ والشكوى عشان كده انا قلت لحضرتك ان المحاضرة دي انا لازم استفاد منها وانا تحت امرك طب ايه الفرق ما بين البلاغ والشكوى والشكوى الشكوى تقدم لجهة التحقيق تمام البلاغ يتقدم في الإسام البلاغ يتقدم في جسم شرطة البلاغ يقدم من صاحب الشأن او من غير صاحب الشأن طيب هو انا ينفع اروح احرر البلاغ يقدم من صاحب الشأن او من غير صاحب الشأن طيب هو ينفع انا اروح انجدم شكوى في النيابة من غير ما روح على جسم الشرطة ممكن الجانب بتاعها وصلاحية أنا كمواطن مثلا صعب أن أنا أعمل حاجة زي كده لا أنت ممكن تروح لوكيلي النيابة ووكيلي النيابة يحيل الشكوى بتاعتك ليه الاسم اللي بتحقيقها هنا مفيش مشكلة بس هوا أنا بقول لك الشكوى لما بتروح لوكيلي النيابة وانا بعمل محضر أنت بقيت بتدولك برقم إداري حلو تمام إيه هي الجرائم حق الشكوى الأولي هي الجرائم التي لا يجوز فيها تحريك الدعوة ببناء على شكوى الفرق بين البلاغ والشكوى الشكوى تقدم من صاحب الشأن أو وكيل عنه أو وكيل عنه اللي هو المحامي توكيلي لكن البلاغ يقدم من صاحب الشأن أو من غير صاحب الشأن يعني أنت عندك وانت في البيت تمام ممكن أن وانت في البيت بتبلغني بمحضر إزعاج عندك في الشارع الرجل الجزار اللي عندك تحت عامل إزعاج عامل إزعاج تمام ده بلاغ أنت عندك حدثة في الشارع بتبلغني بيها يا بشا في حدثة عندك في الشارع في الشارع كذا في عربية خبطت مواطن تمام من غير صاحب الشأن أو من غير صاحب الشأن أو من غير صاحب الشأن أنت لما بلغتني بالحادثة في الشارع أنت لك علاقة بالحادثة؟ لا أنت بلغتني تمام أنا المفروض أن أتلقى البلاغ بتاعك ده اسمه بلاغ معظيم لكن الشكوى تقدم من صاحب الشأن أو وكيل عنه الشكوى والشكوى والبلاغ يقدم شفاهة أو كتابة لكن الشكوى تقدم كتابة الشكوى كتابة لازم تتكتب لازم تبقى بكتب أنت بتتقدم لوكيل النيابة بتقول لوكيل النيابة ساعدتك أنا عايز أحرك الدعوة الجنائية في القضية رقم كذا إداري فبتأخذ رقم القضية اللي هو متسجد أنا الوقتي أنت حضرتك جيت عملت محضر بلاغ عظيم عندي وانا اددت لك الرقم الإداري اددتني الرقم الإداري الرقم الإدارة ده أنا أطلع بيعلى وكيل النيابة الرقم الإداري ده أنت بتروح به لوكيل النيابة تقول لوكيل النيابة أنا عايز أحرك الدعوة الجنائية في القضية دي تمام يقوم وكيل النيابة مطلع المحضر ده من الحفظ ويبعثه يعيد إرساله للإسم تمام لأعادة قيده برقم جنحة اللي هو قيد الوصف القانوني بتاعه فكده اتغير من إله ما هو بالرقم والنيابة كده اتغير المصاري بتاعه دي اسمها جرائم حق الشكور وكيل النيابة هو زي قضية الزنا قضية الزنا أنا بجايب الحالة تلبس وبالرغم من كده بقيدها إداري ليه؟ لأنه لازم الزوج يروح النيابة تمام يطلب من النيابة تحريك الدعوة الجنائية الزوج هو الوحيد اللي حرك الدعوة أي بالزبط كده دي قضية اسمها جرائم حق الشكور لكن في جرائم أنا مش قادر أكيفها مش عارف أكيفها اللي المحاضر اللي نقص تقرير من جهات زي مثلا زي قضية الاغتصاب عظيم قضية الاغتصاب دي لازم البنت تتعرض على الطب الشرعي مؤكد فوكيل النيابة هو اللي بيحيل الطب الشرعي فأنا ببعث المحاضر برقم إداري للنيابة للنيابة ووكيل النيابة بيحاول البنت للطب الشرعي ووكيل النيابة لو التقرير للطب الشرعي جي إن البنت حصل عليها تعدي فبيبعتلي القضية تاني للإسم لإعادة قدها عشان تاخدوا الوصف تاحها القانوني رحيت له إداري فهو بيبعتها الإسم تمام لإعادة قدها برقم جنحة عشان جيت تقرير الطب الشرعي إن البنت أساساً حصل تعدي عليها قضية سلاح قضية السلاح دي بتحتاج تقرير المعمل السلاح ده هل هو سلاح يعني إيه سلاح الأول فيه سلاح أبيض وفيه سلاح سلاح يعني يطلق أعيرة نارية تؤدي للوفاة دي سلاح هو ده السلاح قضية السلاح كده يعني لازم تقرير المعمل يقول إن ده سلاح يطلق أعيرة نارية تؤدي للوفاة وصلح الاستعمال ده إسلاح لا بيض بيؤدي للوفاة لا ما هو أنا بتكلم على السلاح الناري السلاح الناري ما السلاح الناري اللي هو白 بل هل فيه قضايا جناية تانية بقضايا报 السلاح البيض ده جنحة لكن السلاح الناري ده جنايا كويس؟ تمام أنا لماما ببعث المحضر لووكيلي النيابة برقم إداري تمام وكيلي النيابة بيبعت السلاح للمعمل يتفحس يعني ممكن يكونوا مسد السوت ممكن يكون مسدس إبرة ضرب النار مش شغالهم عطب والبندقية دي لو راحت المعمل وما فاش إبرة ضرب النار بطلط بيبقى عبارة عن مصورة ودبشي خشب يعني هيا البندقية دي عبارة عن ايه خلاص ما لومش قيمنا لو ما بتطلقش هتما تبقى السلاح بالزبط لازم السلاح يطلق أعيرة نارية تؤدي للوفاة إنما أفرض بيطلق أعيرة نارية صوت لا تؤدي للوفاة ما بيبقى السلاح يبقى إذن المحضر ده إذن أفرض قضية مخدرات هروين مين يقول لني ده هروين الطبيب طب ما ممكن يكون دي إيه لازم وكلي نبي حاولها لازم يبعت المخدر للمعمل عشان يشوف إذا طلعت مخدرات بيعيد قيده يبعت المحضر للإسم الثاني يعيد قيده لما ييجي تأريد يبقى إذن في عندي نوعية من المحضر تقيد برقم إداري مؤقت لغاية لما تأريد المعامل ييجي للنيابة وكلي نبيحها يقيد يبقى إذن المجموعة الثالثة بقى تمام اللي بتقيده رقم مدني هي مجموعة القضايا اللي بتروح للقضي المدني مش القضي الجنائي تمام نزاع على بيت نزاع على شقة نزاع على مسأة نزاع على قطعة أرض دي لها تتقيد دي دي كلها تتقيد بأرقام إدارية علشان بتروحها قضي مدني سيادة اللواء أحمد لكن القضية ما تروحش للأرض الجنائي تمام إلا إذا كانت وغضة وصفها القانوني تنزل قدام الأرض الجنائي يا برقم جنائي يا جنحة يا مخالف عظيم طيب سيادة اللواء أحمد همام الهواري تنصح بإيه للسادة الزباط على خيض الخدمة وهي نصيحة للسادة الزباط وهي كلمة أخيرة النظر يفهم شغله ويفهم سلطاته عظيم وإنت لما تكون فاهم شغلك بتبقى قوي في مكانك طيب لما تبقى فاهم شغلك وتكون فاهم سلطاتك لغاية فين عشان ما يحصلش نوع من أنواع التجاوز في استخدام السلطة طيب هتوعدنا بلقاء تاني في البرنامج تحت أمرك فين تحت أمرك وأنا يزيدني شرح تحت أمرك وأنا سعيد جيد محاضرة جميلة جدا وليس بلقاء ألا سعيد جدا أعزائي السادة المشاهدين أنتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله الإعلامي أحمد ليلالي وأشكر معالي اللواء أحمد همام الهواري على المحاضرة الجميلة التي أمتعنا بها كمواطن وكالزباط الشرطة سعيد بوجودك معالي اللواء نورت قناة حبيبتي يا مصر وصح و جمال شكرا يا مهند شكرا يا مهند شكرا شكرا